السلام عليكم ورحمة الله الترمومتر في ناس كتير سألتني درجات حرارة الترمومتر و ايه هي ثريد و ايه هي الصوفت بول والهارد بول والكراك والهارد كراك كل ده هنعرفه بالزبط بدرجة الحرارة و ايه استخدامات كل اسم فيهم او كل درجة حرارة فيهم و ايه نسبة السكر داخل السيرب كل ده هنعرفه يلا بنا على طول نخش في الفيديو عشان ما اتخرش نقول بسم الله اول حاجة ده الترمومتري بتاع السكر و ده مشهور جدا الناس بتشتغلوا اللي بيشتغلوا الكراميل و شغل الشوكولاتات و شغل السكر اول حاجة الثريد الثريد اللي هي من 100 و 6 الـ 12 درجة مقوية مثلا احنا احنا معانا كيلو سكر و معاه 500 جرام مية و بنغليه مع النار فلو وصله مية و 6 دي اثمها ثريد و دي يعني 80 في المية من السيرب ده في سكر و دي بنعمل منها الدرو جيه بعد كده بنخش على السوفتي بول اللي هي مية و 13 ل 15 درجة مقوية والسيرب ده بيبقى 85 في المية من اللي جواه سكر و ده بنستخدمه في الفاتج الانجليزي و بنعمل منه بعد البرالينات ميديام بول الميديام بول اللي هي بالزبط مية و 18 ل 121 و اشهرها المارينج الاطالي و الكريمة الزبدة و ده بيبقى فيها 78 في المية سكر الفيرم بول من مية و 21 ل 129 درجة مقوية و ده بيبقى فيه 92 في المية من حجم السيرب سكر و دي اهمها المارشميلو و النوجة تمام كده بعد كده بنخش على الميديام بول 118 ل 121 و نسبة السكر 87 في المية و دي درجة حرارة المارينج الاطالي و الكريمة الزبدة والمفنضام والملفي فيرم بول و دي من 121 ل 129 درجة مقوية و نسبة السكر 92 في المية و ده السيرب بتاع المارشميلو و النوجة الطريع السوفت كراك 132 ل 143 و دي احسن حاجة للنوجة اللي احنا بنقطعها اللي انا عملها في الفيديو قبل كده ياريت تشوفوه هارد كراك يعني من 148 درجة مقوية ل 156 و دي نسبة السكر 99 في المية و دي مهمة جدا لي الهارد نوجة و البريتيل 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 بالمكسرات والتوفي و نسبة السكر 99 في المية و بعد كده الكراميل 170 في المية و ده لما انا احاول اركز الطعم يعني انا عامل نوتلا و عاوز اديها طعم الكراميل بعمل المية و سبعين دي بيبقى كراميل 100 في المية و بعدين اكسروا و ادعملوا بضرة و اضيفوا لأي نكحة في الجنشات بتاعتي بيديني طعم الكراميل الديب فراير اللي هي من بين ال 180 و 200 يعني 190 درجة مقوية دي بتاعت الفراير لو هقلي زيت الفهر نهايت بيبقى يعني افرج اضعف يعني مثلا 126 هنا بيبقى 220 فهر نهايت اتمنى يكون الفيديو ده عجبك و انت استفدت منه و ياريت تكتب لنا اي حاجة عاوز تتعلمها او اي مصطلح في الحلواني ادعي لأمي و ابي بالرحمة من قلبك و اشوفكم على خير